وصلنا لفقرة صنع في الأهلي وبطل فقرتنا النهاردة كابتن أشرف عواض نجمي النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق لكرة اليد وأحد أساطير النادي الأهلي ومنتخب مصر في كرة اليد بدأ مع النادي الأهلي في 1989 واعتزل في 2006 حقق مع النادي الأهلي العديد من البطولات 14 بطولة دوري 8 بطولة كأس 5 بطولة أفريقية 4 بطولة عربية وشارك مع المنتخب مصر في 3 أولمبياد و7 كأس العالم ألقاب كثيرة جداً كأحسن لعب إفريقيا 96 أحسن لعب البطولة العربية 99 وألقاب كثيرة جداً للنجم الكبير كابتن أشرف عواض هنطلع نشوف صنع في الأهلي نجم الكبير كابتن أشرف عواض ومن بعده فاصل ومن بعد الفاصل هنستقبل ضفنة في الجزء الأول من فقرة الضيوف حيكون معنا النجم الكبير كابتن محمد حشيش في لقاء مهم جداً فيما يخص النواحي الفنية إذا ما قلت لحضراتكم كلامنا فقط حيكون عن النواحي الفنية وما سيحدث داخل أرض الملعب خلال الفترة القادمة ووجهة نظر كابتن حشيش في مباراة القطن واللي حصل في مباراة سانداونز والهلال وإن شاء الله مباراة الهلال القادمة بعد ما نشوف صنع في الأهلي كابتن أشرف عواض فاصل وبعد الفاصل كابتن محمد حشيش في ضيافة البيت الكبير بدايتي كانت في مركز شاب هاني الصيرة وإحدى المراكز في المراحية الشعبية كان في مجموعة معايا من اللعيبة اللي هم قدروا أن يكملوا في النادي الأهلي زي كابتن هاني حسن وكابتن وحازم أخوية والمجموعة كلها كما تعرف يا حضرتك المراكز الشعب كان مفيش الدعم اللي هو الكافي فقدر كابتن أنه كان معانا رحمة الله لكابتن شوكري محمدي أنه هو يتواصل مع كابتن سامير عبد الرب وإنكا السيادة ومدير نشاط الرياضي كنتم في مجموعة من اللاعبين وهم يلعبوا مع الأهلي وكده فبالفعل تواصلنا مع كابتن سامير وكابتن شوكري وقدرنا اللي احنا نيجي النادي الأهلي عبنه مرودية وبدأنا بقى من 13 سنة مع النادي الأهلي هنا طبعا بمراحل معاناك يعني كان فيه ناس 13 سنة وناس 20 سنة اللي هم مريد 72 وبدأنا في النادي الأهلي طبعا كانت بطولة المنطقة القاهرة والحمد لله يعني احنا كان الأسبوع اللي قبل ما سل يوم الجمعة مع مركة الشبال السيبة والأسبوع اللي بعده لعبنا النادي الأهلي والحمد لله كانت فقد خير يعني علينا اللي احنا في نادي عظيم زي النادي الأهلي دوت وتدرجنا بقى بالمراحل السنية 14 16 18 لحد ما تواصلنا مع طبعا كان فيه بداية مع كابتن إبراهيم السيد وكابتن أحمد عبد السلام كان في مراحل السنية الصغيرة لحد ما تواصلنا لحد ال 16 سنة يعني كان يمكن أنا حظي سعيدة يعني من الناس المحزوزة إن أنا وأنا سني صغيرة 16 سنة كنت مع الفريل الأول الكلام ده كانت سنة 89 مع كابتن جمال الشمس خدني ونضمن مع الفريل الأول وقدر تمشي على الخط السبتة يعني التدريب وبعد كده المنتخب طبعا الحمد لله إنه كنت سابق كنت سابق منتخب بتاع سني بالمرحلة يعني منتخب 70 يعني منتخب الدينه 70 بلعب منتخب 70 بص النادي الأهلي طبعا مختلفة عن كل الأندية الموجودة النادي الأهلي بيبقى صبرت ليك في أي حاجة بيقافش قدامك في أي حاجة يعني ساعة ما جالي الاحتراف في فرنسا كان ما فيش أي مشكلة اللي أنا أطلع وطبعا كان بموفرة المدير الفني ورئيس الجهاز طبعا مسانة النادي الأهلي كان مجلس الإدارة ما بيقافش قدام أي حد خالص يعني إنه هو سامينه هو بمستقبله كويس بحيث إنه طبعا النادي الأهلي أمشاهه مش هينفع فعل أنا أروح أطلع برا النادي الأهلي طلعني وأرجع أروح على النادي تاني فأنت لازم أرجع على النادي الأهلي وأنا طبعا من أبناء النادي الأهلي طبعا من 12 سنة يعني والنادي الأهلي ادنا كتير كيان طبعا كلنا بمعشاقه يعني ادنا كتير من الشهرة ومن الصيد والصبرت وكل حاجة يعني فدي كانت يعني النادي الأهلي وقف فيها معنا كويس جدا وما بخاش النادي الأهلي بخاش أولاده في أي حاجة أدام فيها مصلحة لي من أول ما لقابت النادي الأهلي لا نقبل غير المركز الأول طبعا ندي الأهلي علمنا الحماس والجدية وإنه انت ما فيش حاجة سماها خسارة الخسارة دي بالنسبة لنا يعني التاني زي الأخير فهو ده اللي عودنا فيه ندي الأهلي بستبرت اللي هو أندغولنا والدعم اللي كان فيه أدغولنا فهو ده اللي فرق معنا طبعا في أي يسكن لعب أو مدرب وبقوله اللعبة نفس الكلام شخصية النادي الأهلي شخصية قوية جدا طبعا في العالم العربي والعالم كله يعني النادي أهلي معروف فكان بيدي صبورت وحافظ لنا اللي احنا نقدر ندي أكتر حاجة في سبيل النادي الأهلي هو طبعا جمهور الأهلي جمهور عظيم طبعا تتطلب تحضيرك انه هو لا يقبل الهزيمة والخسارة وبالعكس ده هو صبورت لكل الفرق فأي فرق لن يزوره بس دلوقتي انه فيش جمهور لكنه هو بيشجعه يعني بالبهم لهم ما بيشجعهش لعيب بالذات أو فرق بالذات لهم ما بيشجعه كيان النادي الأهلي لازم هو كان يبقى هو المستمر والجمهور طبعا نمرة واحد في أي لعبة من الألعاب طبعا هو اللي بيدينا المساعدة بساعدة بسكننا لعيبة بسكننا مدربين بسكننا لعيبة الصغيرة اللي حابتدربهم فالجمهور بيبقى في صبورت لنا كويس في أي مباريات وفي أي مطشقات وموجود في ظهرنا على طول وطبعا جمهورنا اللي هل يعني بحقيقة تعيقها كبيرة اللي في الوقت هلعاره في العرب وعاربه كله طبعا لكيان النادي الأهلي كيان كبير لازم أحافظ عليه لازم أخليه في أحلى صورة والنادي الأهلي عصيم بناسه ومجل صدرته وكل الناس اللي موجودة فلازم أحافظ على الكيان دوت وما فيش حاجة بتهزنا وحمد الله الحمد لله أي اللي جاودوا الكبوة أي كبوة بتحصل النادي الأهلي بيقدر يقوم فيها ونادي الأهلي كيان كبير يعني اشتركوا في القناة